بدون سابق انذار وبدون معلومات وبدون اخبار وبدون مصادر رسمية وبدون اي شيء فجأة تلاقي الدنيا مقلوبة الناس عملت ابعتلك من هنا ومن هنا ووالحق هو ايه اللي حصل اللي حصل المتحدة عملت تطور مهم في الاعلام المصري ولازم اقول بشكل واضح المتحدة لخدمات الاعلامية في رمضان الماضي 2020 كان عندنا مسلسل اختيار اللي لم الدنيا كلها عليه داخل وخارج في العالم العربي كله في رمضان السنة دي عندنا ثلاث مسلسلات كانوا هم الاكثر مشاهدة لاختيار اتنين ويكون عندنا اختيار ثلاثة ان شاء الله وهاجم مرتدة وهيكون عندنا هاجم مرتدة اتنين ان شاء الله وعندنا القاهرة كابل بالاضافة للمسلسلات اخر لكن انا بتكلم على المسلسلات الناجحة اللي كان لها اعلى نسبة مشاهدة في رمضان جوه مصر وبره مصر اللي يعمل كده او اللي فكر عشان لا بد ان يكون هناك انتاج ضخمة بحجم هائل من الانفاق مؤكد هيكون ليه اعداء مؤكد واحنا شفنا من مبارح الشغل اللي حاصل صفحات الاخوان بالكامل تنظيم الاخوان الارهابي اشتغل قديم بره لحد الوقتي مع كل قنوات المعادية للدولة المصرية اللي عادة في قطر او عادة في تركيا لازم نقول كده مع اعداء من الداخل ولازم نقول كده لاني بقول الحكاية دي على طول اشتغلوا وخدوا الموضوع في حاجاتهم هو ده الهدف الهدف مين بالشركة المتحدة ابدا رجال مصر الاسهداف الدائم ليهم لانه تحقق نجاحات وده انا بعد شوية هوريكم مفاجأة بعد شوية على طول بعد ما ما خلص القصة دي فيه مفاجأة كبيرة جدا هتشوفوها دلوقتي لانه محدش عايزة تبقى كده فلازم اضرب عندك ناس اللي بتشتغل دولة اشغل الناس اقول لهم بصوا عمل ايه وحصل ايه طبعا تحقق خلي بالك حصل نجاح اه طب شايفين حجم الاعلانات في رمضان كان شكله ازاي رغم ان احنا هو قلنا يا جماعة قللوا عشان مصاري الاحداث في المسلسلات الوطنية ما يتطعش عن المشاهد بس كان حجم اعلانات ضخم جدا فيه ميسين مهمين جدا الميزة الاولى انه المشاهدة النسبة الحاجة التانية السوق المصري سوق ضخم جدا وفيه فلوس وبالتالي كانت هذه الاعلانات الهائلة خلال شهر رمضان يبقى عندنا مميزات صحيح ثبتت ولا ثبتت هل ده النجاح اللي حصل ده وانت لما تعمل مسلسل يوجع طب لما تعمل تلاتة يوجعوا فرد في علومي الطبيعة يكون ايه طيب انت محتاج تنجح اكتر اه الله هو احنا وقفنا عند رمضان السنة دي لا ده احنا شغالين طول السنة وشغالين للرمضان الجاي ان شاء الله اقصد المتحد وانا بقى اشيد بيهم بالمناسبة الموضوع مش اشخاص لا اشخص اي شيء اتحدث عن مؤسسة لما بتكلم عن مؤسسة اشيد للمؤسسة دي تفضل الاشخاص ميبقواش موجودين النهار دي موجودين بكرة مش موجودين بعد بعده موجودين غيرهم وهكذا في اي مكان الاشخاص زي من مش موجودين هيقعد سنة واثنين عشرة هيمشي بس المؤسسة تفضل موجودة زي منتكلم عن مؤسسات فتاني بقول عملوا نجاح في رمضان اللي فات والسنة دي اه طب انت عايز افضل عايز افضل هيعملوا افضل هيحققوا انجازات اكتر عشان كده النهار ده طلع بيان بيقول ايه البيان قول لحضرتكم تعالوا نشوف ماذا قال بيان المتحدة للخدمات الاعلامية نشوف نشوف البيان لو سمحتوا الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية تنفي ما يثار من شائعات وتؤكد اتخاذ الاجراءات القانونية ضد مروجيها الشركة تعقد مؤتمرا صحفيا السبت المقبل بص الايه للاعلان عن ما تحقق من انجازات وملامح التطوير وخططها المستقبلية يبقى انت هنا بتتكلم عليه يوم السبت وانا بقول لكم وهو معلومة يوم السبت هتسمعوا اخبار كويسة جدا تاني يوم السبت في المؤتمر الصحف اللي علانه عنه النهاردة هيقولوا ايه كمان احنا عملنا ايه طب اللي بيتكلم على عنده انجازات فيه ولا لسه بقول لكم اه في انجازات طب محتاج اللي بيعمل انجازات محتاج يكمل عليها ولا خلاص وقف عند كده لا محتاج يكمل عليها طيب ده بيتم لما انت تلاقي حاجة معين لازم تعمل التطوير اللي بتعمله وانا بتكلم بشكل واضح واللي انا دايما معنديش ابدا انه زملاء في الاخر زملاء وقنوات كلنا منظومة الاعلام المصري الوطنية وهذه الشركة عندها مجموعة قنوات ضمن قنوات الاعلام المصري الوطنية التي تدافع وتساند الدولة المصرية وتكشف الخونا تكشف الخونا طبعا هم المسلسلات دي بتكلم علي بتكشف مين كشفت ايه المسلسلات خونا جوه وبرا والدول بتقعدين جوه وبرا مش كده عملوا كده المسلسلات طب لما اعمل ده اجي قلائي حملات وناس دخلة وناس تشكك وكل واحد يتبرع يكتب خبر من دماغه وحد تاني يبعت للاخر والناس عمالة بدون بدون بصوا كارثة كارثة والله بدون ده لدرجة ناس تكلموا على التحقيقات والتحقيقات فيش بيان من نيابة فيش بيان من نيابة حاجة في القضاء محدشها الناس يعني اقول لكم ايه ولا ايه ولا ايه اخطر شيء انت تمشي وراء السوشيال ميديا بدون ان تتحقق من خبر اخطر شيء نستنقل نقل نقل وقولني يا جماعة خلوا بالكم ارجوكم الموضوع ده ممكن فيه ناس ممكن ناس تتحبس في الموضوع ده تتحبس بمعنى ايه انه روّك شائعات وكذيب ما هو قال لك هواجه مين اتخاذ الاجراءات القانون ضد مروجة شائعات يبقى هنا طبعا بشكل واضح يبقى الواضح اللي قدامك النهار دي ارجوكم وبنطلبها مليون مرة انت لو عندك يعني اسأل الاول تأكد الاول ماينفعش ان الناس تمشي تنشر شائعات والناس تجر وراها ويبقى تريند واحد واثنين وشغلين على ده وتمشي ورا قنوات تنظيم دولي ارهابي مش عايز منك اي حاجة كويسة عايز اي حاجة عندك يفشلها ولو عندك شركة زي المتحدة خدمات الاعلامية عامل انجازات كبيرة جدا اجي عايز اهدها وهد الوراها واضرف فيها واضرف في الوراها واضرف في اي حد اي امر اجابة في البلد مش عايزين يبقى كويس فانا بقول لكم بس تخلوا بالكم وانتظروا يوم السبت مش بعيد انتظروا يوم السبت هيطلع الباني يقول لكم ايه والمطور الصحفي يتقال في ايه والرأي ايه والحكاية وكذا وزيان بقول لك في نجاح نبنى على هذا النجاح ونكبر اكتر في نجاح نشتغل على هذا النجاح مش هنوقف عند نجاح واحد عند نجاحنا وخلاص لا هو الاصعب انك تحافظ على ده واتكمل كمان عشان كده بقول لحضراتكم المؤتمر الصحفي اللي هيكون يوم السبت مؤتمر مهم جدا وهتعرفوا في كل التفاصيل زين بقول لك مش عايزين بلدك يبقى عندك امر ايجابي